ارتحلت مفردات العربية على مر الزمان فمنها ما بقي حيا محكيا إلى يومنا هذا ومنها ما تراكم عليه الغبار في المعاجم ولم يعد مستخدما ومن الكلمات التي نجت وأكملت رحلتها لفظة عبقري التي يوصف بها من جاء بشيء فيه إبداع وكمال وجمالية سواء أصنعا كان أم فنا أم أدبا فما هو أصل هذه الكلمة؟ تقول الأسطورة العربية إنه كان هناك موضع في جزيرة العرب يسكنه الجن اسمه وادي عبقر وهو وادي اختلف المؤرخون على مكانه إلا أن رأي الأرجح يقول إنه في اليمن وكان كل من زار هذا الوادي يرجع إلى قومه وقد جاء بشعر عجيب مبدع ويعود وفي جعبته قصيدة عظيمة لم تسمع العرب مثلها من قبل وساد الاعتقاد أن الجنة كان يلقن الشعراء الذين يقصدون وادي عبقر الأبيات تلقينا ولهذا يبدو شعرهم وكأنه من عالم آخر لجماله وحسن نظمه هل تعرفون شعراء مروا بوادي عبقر؟ ترجمة نانسي قنقر